اشتركوا في القناة اثنين يوضح الاجراءات التي اتخذتها البحرين لتطوير قطاع النفط والغاز ثالثا يدرك اهمية دور المواطن في المحافظة على الطاقة النفط والغاز الطبيعي في البحرين موارد مهددة بالنظوب تم اكتشاف النفط في مملكة البحرين في عام 1932 حيث يستخرج النفط من حقلين في مملكة البحرين احدهما بري والثاني بحري بالنسبة الى الحقل البري فهو حقل البحرين الذي يقع في منتصف جزيرة البحرين بمساحة 10 كم مربع اما بالنسبة الى الحقل البحري فهو يسمى بحقل ابو سعفة البحري الذي تتناصف في انتاج النفط منه مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية ولكن بين عامي 2011 و2012 تراجع انتاج النفط في مملكة البحرين مما اوجب على المملكة بزيادة التنقيب في الاراضي والمياه البحرينية اما بالنسبة الى القاز الطبيعي بلق الانتاج في عام 2014 728 مليون قدم مكعب والاحتياطي منه بلق حوالي 110 مليار متر مكعب كما هو مبين في الرسم البياني لانتاج القاز الطبيعي لسنة 2014 يستخرج القاز الطبيعي ايضا من حقل البحرين فيكون على شكلان اما مصاحبا للنفط ام مستقل عنه كما هو مبين في المقطع الجيولوجي لطبقتين العرب والخف مكامل النفط والقاز الطبيعي اكثر القاز المستقل يستخرج من طبقة الخف والذي يشكل حوالي 77% من مجمل القاز في مملكات البحرين تتركز مكامل القاز الطبيعي بين تكوين العرب وتكوين الخف كما هو مبين باللون الازرق الذي يرمز الى القاز المستقل في طبقة الخف والقاز المختلط مع النفط في طبقة العرب باللون الازرق المشار عليه بالتحديد الاحمر تتركز مكامل النفط التي يشار اليها باللون الوردي بين تكوينات الزمن الثاني ويتراوح عمق الابر فيها بين 550 و 1400 متر تحت سطح البحر كما هو مشار اليها بالتحديد باللون الاخضر في طبقة العرب وفي الطبقة المنعزلة عن طبقة العرب ادى التطور الاقتصادي الى الزيالة في ماذا؟ في الطلب على المنتجات النفطية والقاز الطبيعي حيث ان مملكة البحرين تستهلك حوالي 9.5% من مجمل منتجاتها النفطية لكن بالنسبة الى القاز فيختلف الامر يتم استخدام القاز الطبيعي في نوعين اول نوع يتم اعادة حقنه في ابار النفط لتحسين انتاجيتها بينما الاستخدام الاخر يتم تشغيل محطات الكهرباء والماء ومصنع علبة من القاز الطبيعي ولهذا الامر سعت مملكة البحرين لتملك والحفاظ على الثروة النفطية من خلال عدة اجراءات قامت بها اول اجراء هو انشاء المجلس الاعلى للنفط والاشراف على الثروة النفطية من خلال هذا المجلس وتنميتها ثانيا انشاء شركة نفط البحرين بابكو ثلاثة انشاء شركة قاز البحرين بنا غاز رابعا ساهمت في رؤوس اموال العديد من الشركات التابعة لها خامسا انضمت مملكة البحرين الى منظمة الاوابك منذ عام 1970 سؤال ما دور النفط والقاز الطبيعي في انتاج الطاقة الكهربائية كما ذكرنا منذ قليل انشأت مملكة البحرين محطات لتوليد الكهرباء في مختلف مناطق المملكة تعتمد على القاز الطبيعي منها محطات في المنامة سترة الرفاع والحد ومحطة البا لكن محطة واحدة تعتمد على الديزل وهي محطة المحرق شهد القطاع الكهرباء نموا كبيرا منذ السبعينيات من القرن الماضي حيث ان اكثر من نصف الطاقة الكهربائية يتم استهلاكها في القطاع المنزلي وكما هو موضح امامنا على الخريطة المناطق التي تم انشاء فيها محطات لتوليد الكهرباء كما مشار اليها باللون الاحمر جميعها تستخدم الغاز الطبيعي مع دا المحرك تستخدم الديزل الطاقة والمستقبل سيتزايد الطلب على الطاقة والثروة النفطية والغاز الطبيعي في مملكة البحرين في ظل النمو السكاني والاقتصادي والعمراني وكما ذكرنا في بداية الدرس بان هذه الثروة النفطية ثروة مهددة بالنضوب قامت مملكة البحرين الى جانب هذا الامر باجراءات عديدة سنستعرض منها بعض الاجراءات التي قامت بها الحفاظ على هذه الثروة اولا بحثت عن مكام اضافية لترفع من نسبة احتياطيها من القاز والنفط ثانيا شجعت الابحاث العلمية حول الطاقة الشمسية للاستفادة منها كطاقة بديلة عن النفط وفي الختام للمواطن البحريني دور كبير في الحفاظ على هذه الطاقة طاقة القاز الطبيعي من خلال ترشيده واستهلاكه للطاقة الكهربائية وفي الختام ننتقل الى النشاط التقييمي لدرسنا لليوم اكمل الفراق في الجمال الاتية اولا انضمت البحرين في عام 1970 الى منظمات الاوابك ممتاز ثانيا يستخرج النفط من حقل البحرين البري ومن حقل ابو سعفاء البحرين ممتاز ثالثا تتركز مكامل القاز بين تكوين العرب وتكوين الخف ممتاز رابعا المؤسسة التي تشرف على الثروة النفطية وتنميتها هي احسنتم المجلس الاعلان للنفط خامسا محطة انتاج الكهرباء التي تستخدم الديزل هي محطة احسنتم محطة المحرق ننتقل الى النشاط التقييمي الثاني لمدة ثلاث لقائق وضح الاجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لتملك الثروة النفطية ذكر ثلاث اجراءات فقط اشتركوا في القناة 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 انتهت الثلاث دقائق نستعرض الاجابات معا اولا انشاء المجلس الاعلان للنفط للاشراف على الثروة النفطية وتنميتها ثانيا انشاء شركة نفط البحرين بابكو ثالثا انشاء شركة قاز البحرين بناغاز رابعا صاهمت في رؤوس اموال عديد من الشركات التابعة لها واخيرا انضمت الى منظمة الاوابك في عام 1970 اشكر لكم حسن متابعتكم اعزائي الطلبة نلتقي معا في الدرس القادم باذن الله